وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للرشاد خطباء الجوامع كافة في المملكة عموما بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن موضوع الإسراف والتبذير لاسيما في استخدام المرافق والخدمات العامة كالمياه والكهرباء وفي تعميم موجه لمدير فروع الوزارة في مختلف المناطق والمحافظات أكد نائب الوزيرة دكتور توفيق ستيري على خطباء الجوامع أن يوضحوا للناس خطورة التساهل في الإسراف ومضرة على الفرد والمجتمع وحث المسلمين على الحفاظ على النعم وعدم التبذير فيها لاسيما نعمتي الماء والكهرباء التي يجب الاهتمام بهما وتقنين استخدامهم ويأتي تعميم الوزارة بعدما تدولت الشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية من مقاطع فيديو توثق مظاهر البذخ والترف وإضاعة المال من قبل بعض أفراد المجتمع الحديث عن هذا الموضوع معي هنا في الستوديو الداعية الشيخ تركي الغامد إحنا الشيخ تركي حياكم الله أخير شيء من زمان عنك الله أحييك لكن أنا أتكلم عن هذا الموضوع الذي أشغل الناس الفترة الماضية واستفز عدد كبير أيضا منهم كيف شفت في الفترة الماضية وخصوصا كان في صمت كبير من قبل كثير من فئة المجتمع الذي صاير بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك أخي عبد الله وأنا سعيد أن أكون بالراصد برنامج المميز الحقيقة الموضوع هذا أنا خلني ابتداءا مودرا تجنع المجتمع كثير بمعنى أن هذا الأمر لا نتكلم عن ظاهرة ترى لما نتكلم عن مجتمع هذه تصرفات في النهاية تظل تصرفات فردية ونشاس هذا الأمر الأول فمو صحيح لما نناقش هذه القضية وضروري نناقشها طبعا بس لا يفهم أحد أن هذا أصبح اليوم ظاهرة في المجتمع وأن المجتمع اليوم صار يعيش هذه قضية الأولى القضية الثانية وأنا شوفنا مهمة أنا بصراحة مبسوط على ردة فعل المجتمع اللي قاعد نشوفها اليوم ضد هذا الفكر السيء وهذا التصرف الخطأ يعني أنت تتكلم أستاذ عبد الله عن مواقع التواصل الاجتماعي عن الصحف عن الإعلام المرئي إضافة بعدين بدأت الهيئة اشتغلت بدأت الآن موضوع التحرك رسمه وهذا شيء جميل وهذا الواجب الحقيقة الموضوع له خطورة تدري خطورة هين نحن نتكلم عن الكرم عن الوفاء أخلاق نبيلة وعالية وجميلة سواء في الدين أو في العرفة أو في العادات والتقاليد المشكلة أن مثل هذه التصرفات أتت من هذا الباب من باب الكرام و من باب الوفاء فصور صور على أنه أنا من كرام الضيف أني أأتي بالبذخ هذا من الوفاء لك يا أخي عبد الله أني أعمل عمل يعني خاطئ في شيء من البهرجة إذن نحن لازم نعرف أن الكرم و الوفاء أمر مهم جدا لكن لا يزايد علينا أحد و يأتي بممارسات خاطئة و تضر بالمجتمع قد يقول لنا قائل طيب يا أخي وش دخالكم أحد بفلوسه و كيف يسوي ليه بي مبصحيح شليش ليش أولا الموضوع الآن عارف لو القضية خاصة فيك و في بيتك و مدرنا عنك الله حسيبك لكن تصوره لكن تصوره و تسوقه للناس على أني والله أكرمت فلان و أعطيت فلان و ألا سويت فلان و يفهم الطفل الصغير و الناشئة أنه والله كذا أنا قاعد أكرم و ليش يا أبوي و أخوي و فلان و ليش من سووا زي فلان أي و ما نحن نبقى صلين عليهم المشكلة حتى بعض للأسف أنا أقول للأسف بعض الكبار سنا بدأ يركب الموجة و يقول والله ما يصير الذولة يصيرون أحسن أزيب مننا أزيب مننا لازم حنا نصير سوي و تبدأ المسألة إيش أنت اليوم تعمل عمل أنا بكرة أكثر منك و هكذا و كرة الثلج سيئة للأسف قاعدة تدحرج اللي أبي أقولها الآن الله سبحانه وتعالى يقول و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها يعني عليها كلها العذاب يا حبيبي كونك تبذر و تسرف و أنا أسكت عنك و بالتالي تكون عقوبة علينا جميعا لا أنا لازم أقولك و أكف و هذا اللي سويت الهيئة و هذا اللي سويت الهيئة دخول الشئ الإسلامية في الموضوع أنها تقول تكلموا عن هذا الموضوع شيء جيد إجمالا أنه تكون كل خطب الجمعة في السعودية يوم الجمعة عن هذا الموضوع هذا جميل و حملة وطنية أنا أقول حملة وطنية يا أخواني والله يا أخوي عبد الله أنا أود بسراحة أن الرسالة هذه توصل للجميع حتى الفئة اللي سويت الأخطاء هذه مهما كان هم مننا و يضايقنا فعلهم أتمنى أنهم يفكرون بعقل شوي حرام والله اللي قاعد يصير يعني النعمة هذه رب العالمين قادر في لحظة يأخذها منك و النعمة إن شكرت قرت و إن كفرت فرت و العالم يتخطف من حولنا يا حبيبي على تخوم وطني قاعد الناس تموت جوع لما أفأ الله علينا من رغد العيش بدل ما نشكر نعمة الله عز وجل نبدأ نظهر هذه المظاهر و للأسف يعني من أكبر الناس إثما العائل المستكبر ترى بعضهم ما هو لاقي أصلا قيمة المناسبة اللي حاطها جمع اللي وراه اللي قدامه على أساس يطلع أمام العالم شوفوني وش عندي و هو في الأسف فقير و حالته صعبة لكن اللي يجاري ها ولا أسفها أيضا شيخ تركي إذا تأذلي فيه عادات قبلية جميلة جدا يعني فيه تكافل اجتماعية أنا شوفها فيه كثير من القبائل أنه في في الديات في الحوادث في الضيف اللي يجي للجماعة أنه الجماعة كلها تشيل أنه هذه العادات أنه يجب أنها لا تزال تستمر زيارة ناس لناس و تقديرهم و هذه أمور طيبة جدا بس أنها على أن لا يكون فيها التبذير و الإسرف الحقيقة هي يعني مثل ما يقول كبد الحقيقة أنا جبت شيء اللي لازم نتكلم عنه أنا قلت الكرم و الوفاء و إكرام الجار و إكرام الشخص صاحب المعروف هذا من قيمنا العظيمة في الديننا و قيمنا المجتمعية اللي بيننا في العوائل و القبائل و الأسر و ما إلى ذلك الحقيقة لابد أن نرسخها و أن ننميها حتى العيال الصغار يتربون حنيحة لازم يعرفونها بالعكس ما يمكن نفقد الشيء هذا ولا نسهم حصل أن يفقد فيه كرام الضيف بالعكس أصلا يا أخي فجاء بعجل حنيذ بعجل سمين يعني فقربه إليهم فقربه إليهم بعد يعني هذا القضية عندنا منتهي منها من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره القيم هذه يجب أن تبقى و تعزز و لكن بغير الطريقة النشاز هذه بغير الطريقة يا أخي و الله مؤلمة صراحة مؤلمة جدا لكل نفس و بعدين يا أخي تنقل صورة عن المجتمع ما هي بصحيحة ما حنا بكذا يا أخي ترى اللي بيكرم ضيفه اللي بيحفظ وفاء وجميل الشخص بغير هذه الطريقة عارف لو أنت الآن شخص أسدى إليك معروف قلت يا أبو فلان أنت من تم يتنجوع و لله الحمد ترى شكرا لك وتقديرا لك أنا حطيت مثلا مركز لغسيل الكلة و أهديت ثوابه لك إكراما لك و يحمل اسمك ممكن أن تفعل شيء هذا وهذه المرجلة صدقية أحسنت هذه والله المرجلة صحية أليس بإمكاننا أن نضع مثلا مدرسة أو مستوصف أو مركز صحي أو نحفر بير أو نفيد الناس نفيد المجتمع في شيء و اسمك بيخلت و اسمك بيخلت و وقف أثمان بن أفاني إلى الآن إلى يوم سبيله موجود من أثمان بن أفاني إلى يوم مكدر يعني و لا زال يعني مخلت تتكلم عن الوقف خال أنه كونه صحابي و كونه ثلاث الخلفة لكنه الوقف خلت يعني هذه هي مدام أنت تفكر في الصيت والسمعة صحيح تبجيك نعم إذا أنت فعلا بعض الناس يقول يا أخي حنا نبغى اسم منها يطلع أنا أتصور أنك تطلع اسمك في شيء ينفع نفسك و ينفع أهلك و ينفع الجيل من بعدك و لا تعمل عمل الناس يقولوا و بالمناسبة أكثر المباهين و انقلوها عني أكثر المباهين و المفاخرين اللي يحضروا و هم طالعين يقولوني أخي الله لا يكثر خير و إيش هالبذخ ولا لا مو بهذا اللي قاعد يصير طيب بدلا من أنت تجي الآن تكسم معروف يقول الناس بيضى الله وجهك اللي قاعد يصير صدقني العكس يقول الفلاينة قادرين و باستطاعتهم يعملون و مع ذلك اجزاهم الله خير اختصروا الأمر و بسطوه أنا أبسط على الآخرين اليوم أنا شفت مدري منه الكاتب إلا ظن فهد بن جليد الكاتب فهد بن جليد أنه وجهه تحية في الجزيرة كان يقول ترى التجار ما يبذخوه ترى التجار تجار صدقيين ما عندهم الشغلة يعني واحد شخص تاجر و مرتاح ما يفكر في المرضي لأن أصلا أمور طيبة فما قاعد يهم هالموضوع وأخي أنت الآن تضع نفسك أنا أذكر موقف حقيقة قبل فترة كنا في مناسبة و كان في بعض الوجهة و بعض الأدبة فكان في أحد الموجودين بعد ما انتهينا من الغداء أو العشناس الآن قمنا لفت انتباهي هذا الشخص قام ياخذ الرزل اللي طايح و يجمعه و يقول الحمد لله الحمد لله بدون ما يكلم أحد بصراحة هذا المشهد عن عشرين محاضرة و عن عشرين تغريدة أنه قاعد يمارس شكر النعمة و تقديرها أمام الآخرين أنا ودي كل أب و كل أم و كل متقف و كل داعية و كل شخص خلنا نرى شكر النعمة في أفعالنا قبل لا يكون في أقوالنا يعني لما نقدر النعمة هذه يعني نشوف بعض الدول عندهم عادة إذا طاحت شيء من النعمة أخذها و قبلها و حطها راس كأنه قاعد يوصل رسالة هذه نعمة الله أنا أحترمها و أقدرها و أحفظها مثل هذه الأمور تحفظ فيها النعمة يا أخواني الله عز وجل قادر على أن يأخذها منك في لحظة صح أو لا إذن حتى نحمد الله عز وجل عن نعمتنا اللي عندنا نشكر الله عز وجل بألسنتنا و نشكر الله عز وجل بقلوبنا لأن الله ترى مو بطيبك و لا بقوتك و لا بشجاعتك الله اللي يعطاك و لو شاء أخذ منك يجب أن يدرك أي شخص يجب أن نعزز هذه حتى في مدارسنا نتكلم على أطفال في هذا الموضوع لأنه الموضوع يعني جميل أنه كان هو بس لفئة محددة لكنه هو المشكلة أنه انتشر يعني انتشر أنه وصار مقاطع تتداول في كل مكان وصار بعض الصغار أو بعض الشباب يحاول يقلد يحاول يقلد وأنه قال فلان سوى وحنا نبين نسوي أو فلان نغطى على فلان لازم نصور له صورة بالعكس والله ودنا الصورة هذه ما نقلت عنه حنا نبقى تنقل عنها صورة ثانية أخي أحد التجار في رمضان يوميا أنا والله الظاهر أنتم غطيتوا أو غيركم ايه اللي في حي ريان ايه كان عندنا كانت زهل خير كان عندكم ولا لا ايه صافين طوابير على بيت يا أخي أنتم مميزين الله يجزتهم خير لا فعلا طوابير يوميا يفطر له 700 ويا أخي بدون بهرجات وانا سويت وانا حطيت وحنا وصلنا له وفي النهاية أنت وصلتوله ولكنه يبغى هالشيء أصلا ربما ما كان يبحث عنه والله يا أخواني من فعل الخير يريد به وجه الله الله عز وجل يرفع عند الناس بدون ميز أنا لو أدري أبو زياد أنك جاينا كان جمالك دهن عود وغسناك الله يحفظ شكرا لك يعطيك العافية وان شاء الله لعلى هذه الرسائل توصل ويوم الجمعة ان شاء الله أيضا الخطبة يشتغلون فيها بإذن الله الله يحفظ شكرا جزيلا الله يحفظ